اشتركوا في القناة وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له في مطار ميونيخ الدولية لامين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية السفير عبدالعزيز المخلافي والقائم بعمل السفارة اليمنية لدى ألمانيا لؤيا الإرياني وعضاء السفارة ومن المقرر أن يتحدث فخامة الرئيسي للمؤتمر العالمي الشهير في جلسة حوارية رئيسية يستعرض فيها مسجدات الأوضاع اليمنية وفرص استعادة السلام والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم والتي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كما سيلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هامش المؤتمر بعدد من القادة والفعاليات الدولية المشاركة في التجمع العالمي العريق لتشارك وجهة النظرة حول التحديات المشتركة وأسبل تنسيق المواقف والرؤى على مختلف المستويات شارك فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونيخ للأمن التاسع والخمسين إلى جانب الوفد الرئاسي للجمهورية اليمنية يشارك في المؤتمر الرفيع الذي تستضيبه كل عام مدينة ميونيخ الألمانية قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلون عن المنظمات وصناع السياسات المعنيين حول العالم باستثناء النظام الإيراني ويعد مؤتمر ميونيخ المستمر في الانعقاد منذ العام 1963 أحد أشهر الاجتماعات المهمة لقادة الدول والحكومات والخبراء في السياسة الأمنية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتمية والمحكمة الجنائية الدولية في لهاي وتقول رئاسة مؤتمر ميونيخ أكثر من ستمائة ضيف وألف وثلاثمائة صحفي سيحضرون الدورة الحالية للتباحث بشأن التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية وسبل تشارك الأراء والأفكار والمعلومات لمواجهة تلك التحديات التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه وضو المجلس فرج البحسنية المفوضية أو المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية جوتا أوربيلينين في اليوم الأخير من زيارته لمقر الاتحاد الأوروبي بمملكة بلجيك الصديقة وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع المحلية والضغوط الأوروبية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية على التعاطي الجاد مع جهود إحلال السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح النظام الإيراني ومشروعه التقريبي في المنطقة كما تطرق اللقاء إلى الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحديات التي تواجهها الدولة اليمنية للتخفيف من المعاناة الإنسانية في إعقاب الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشأة النفطية وإمدادات الطاقة العالمية والدور الأخوي المشرف لدول تحالف دعم الشرعية في الحد من تداعيات تلك الاعتداءات الكارثية وأشار فخامة الرئيس بالموقف الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته في استعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية في البلاد مؤربا عن أماله بشراكة ودعم أوروبي أوسع في مختلف المجالات استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد دالعليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الخميس الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل ممثلين عن الطائفة البهائية اليمنية الذين هجرتهم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأبناء الطائفة البهائية مؤكدا حرس المجلس والحكومة على ضمان كافة الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور والقانون والمرجعية ذات الصلة ورعاية مصالح المواطنين من مختلف الأطياف وتطرق اللقاء إلى تطورات الساحة المحلية والانتهاكات الفضيع التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية بحق الشعب اليمني بمن فيهم النساء والأطفال والنشطاء والصحفيين كما تطرق اللقاء إلى الالتزامات الحكومية بجبر الضرر وتجاوز أثار الماضي ودور المجتمع الدولي في معاقبة الميليشيات ودعمها الإيرانيين استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الروكنس طارق محمد عبدالله صالح أبناء الشهيد البطل وسالم قطن وصاحب دور الملحمي في مقارعات الإرهاب واطمأن العميد طارق صالح من أبناء الشهيد صالح علي سالم قطن وأبناء عمهم أحمد سالم عبدالرب قطن وعن أوضاع الأسرة مؤربا عن بالغ فخره بالدور الذي لعبه الشهيد اللواء سالم قطن في مرحلة حارية مر بها الوطن لم يتوانى فيها الشهيد عن البذل والتضحية في سبيل وطنه وأكد العميد طارق صالح أن الشهيد كان صاحب نظرة ثاقبة وانتماء وطني راسخ أدرك منذ الوهلة الأولى المخاطر والتحديات التي تواجه اليمن فجيش لها جهوده وإصراره وعزيمته حتى نالت منه أياد الغدر الجبانة في يونيو 2012 وشدد عوض مجلس القيادة الرئاسي على أهمية التذكير بمناقب الشهداء المخلصين الذين كان لهم دور مفصلي في الانعطافات الحالكة التي مر بها الوطن مشيرا إلى أن الشهيد سالم قطن كان مدرسة في تضحية خاض دوره الملحمي باقتدار حتى النفس الأخير وهو متمسك بمبادئه ومتمسك بالقسم العسكري إلى ذلك التقع عوض مجلس القيادة الرئاسي العميد الوكن طارق محمد عبدالله صالح عائلة الشهيد العقيد محمد الصليح الذي اقتلته ميليشيات الحوثي أثناء عمله ضابط ارتباط في مدينة الحديدة في أبريل 2020 واطمئن العميد طارق صالح على أوضاع أبناء الشهيد الصليحي مؤكدا الاستمرار في رعايتهم ودعمهم أسوة بأبناء الشهداء كافة بمن ارتقوا شهداء في مواجهة الإرهاب الحوثي وقال العميد طارق صالح أن العقيد الصليحي كان بطلا جابها الكهانوت في مختلف الميادين وعندما استشهد كان يؤدي واجبه الوطني والإنساني في مهمة سلام ترعاها الأمم المتحدة لولا أن ترصدته أياد الغدر الحوثي واغتالته من بعيد أكد العميد طارق صالح رعاية أسر الشهداء والسير على نهجهم واتباع الطريق الذي سلكوه من أجل وطنهم أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن جهود تجديد الهدنة الأممية اصطدمت بتعنت الحوثيين منذ أكتوبر الماضي وأن عدم تجديد الهدنة والاعتداءات الحوثية الإرهابية على منشآت النفط وغيرها أدى إلى تعقيد الوضع بشكل كبير ما يضع مخاطر لعودة التصعيد مجددا وأشدد رئيس الوزراء في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرة على أهمية وجود الضمانات الغازمة حتى لا تستغل الميليشيات الحوثية الأوضاع وتعود إلى العنف وأن يكون هناك مسار حقيقي للوصول إلى السلام وقال إن الأمر يتعلق بتخلي الحوثيين عن نهج التطرف والتأثر الكبير بإيران واستخدام اليمن كمنصة لتهديد دول الجوار وممرات الملاحة الدولية وجدد التأكيد على أن أي حلول غير منطقية وواقعية قد تدفع إلى مزيد من التأزم وأن أنصاف الحلول لا يمكن أن تصل باليمن إلى أي حلول مستدامة للسلام وأضاف الدكتور مهين عبد الملك أن ما نراه هو كسر الحوثيين بشكل مستمر مع إيران لكثير من القواعد التي فيها خطورة كبيرة جدا فيما يتعلق بإدخال شحنات من النفط من مصادر بتمويل وكسر للآليات المتبعة في آليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونحن نعرف أن الحوثيين يمولوا بالسلاح والوقود بشكل مستمر من إيران ويمارس الكثير من الأعمال الإرهابية أكدت مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة الخاصة بإيران من أن استمرار إيران بتزويد ميليشيات الحوثي الإرهابية بالأسلحة التقليدية والصواريخ المتقدمة وأنظمة الطائرات بدون طيار أطال أمد الصراع في بلادنا وأدى إلى التفاقم الكارثة الإنسانية وأدانت المجموعة في ختام اجتماعها الثالث في مقر الأمانة العامة لمجلس التعامل لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض أدانت سياسات إيران المستمرة في زعزعة الاستقرار بما في ذلك دعمها الإرهاب واستخدام الصواريخ المتقدمة والأسلحة السبرانية وأنظمة الطائرات بدون طيار وأنشرها في المنطقة وجميع أنها الأهلم وأكدت الولايات المتحدة ودول الأعظام في مجلس التعاون أن الانتشار المستمر لتلك الأسلحة من قبل إيران وإيصالها إلى أطراف أخرى سواء منها الحكومية أو غير الحكومية يشكل تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة والعالم بأسره وقد شددت الولايات المتحدة ودول الأعظام في مجلس التعاون على أن التقدم الملحوظ في البرنامج النووي الإيراني وفقاً لما هو موثق لدى الوكالة الدولية للطاقة الدرية وفي مقدمته إنتاج الإيرانيوم على التخصيب قد تجاوز الاحتياجات المدنية لإيران وهو مصدر للتفاقم الخطير للتوترات الإقليمية والدولية ودع الجانبان إيران إلى تغيير موقفها على الفور ووقف استفزازاتها النووية والانخراط في العملية الدبلوماسية بشكل جاد والتعاون الكامل مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الدرية فيما يتعلق بجزئيات المواد النووية التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة في إيران بما يتوافق مع الالتزامات إيران المتعلقة بالضمانات النووية وجدت الولايات المتحدة جددت التزام الرئيس بايدن بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي شدد وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد لملس على دور ومشاركة منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الجهات الرسمية في الحفاظ على الطابع المدني لمدينة عدن وتطرق لملس خلال اللقاء الذي ضم وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية المهندس عدنان الكاف وعدد من مدراء ونشطاء منظمات المجتمع المدني بعدا إلى تحضيرات لفعاليات القمة النسوية وعدد من الأنشطة المستقبلية وسبل التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة في عمل المنظمات والسلطة المحلية فيما يخدم المجتمع المحلي استشهد وأصيب أكثر من مئات مدنيا جراء ألغام وعبوات ميليشيات الحوث الإنقلابية منذ مطلع العام الجاري وقال المرصد اليمني للأغلام من 42 مدنيا استشهد وأصيب 61 آخرين منذ مطلع يناير الماضي وحتى منتصب فبراير الجاري وأضاف المرصد أن آخر تلك الحوادث استشهد ثلاثة أطفال في حيسر إثر انفجار لغام في ملعب ترابي لكرة القدم مما يكشف إلى أي مدى استخدم الحوثيون الألغام كسلاح فتاك لم يكن أبدا لأغراض عسكرية بل لاستهداف وشل الحياة في وقت سابق أيضا ناشد المرصد المبعوث الأممي وكافة المنظمات والحكومة الدعمة لحقوق الإنسان الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للتوقف فورا عن زراعة المزيد من الألغام وتسليم خرائط المناطق الملوثة لتفادي سقوط مزيد من الضحايا المدنيين هذا وتسببت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدة محافظات يمنية بمقتل وعصابة آلاف المدنيين خلال سنوات الحرب وفق إحصائيات حقوقية وتقول التقديرات أن ميليشيات الحوثي زرعت أكثر من مليون لغام أرضي منذ بدء الحرب ما جعل اليمن أكبر دولة ملغومة منذ الحرب العالمية الثانية وصلنا لنهاية أخبار الصباح يومكم سعيد